انا بأسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد لتتويج بطل بطولة سموه الرمضانية لكرة القدم ناصر 12 والتي حقق لقبها فريق بتلكو جانرز يونيتد بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق وينينغ بنتيجة هدف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية وشهدت حضورا رسميا وجماهيريا وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الدورة استكملت مشوار النجاح الباهر الذي حققته منذ انطلاقتها في النسخة الأولى لما تحظى به من دعم مباشر من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مشيرا سموه إلى أن الدورة تسير في طريق التطور التصاودي المستمر باعتبارها تمثل مشروعا وطنيا رياضيا متكاملا لخدمة الحركة الرياضية البحرينية وأكد سموه الحرص على تطوير كل نسخة من هذه البطولة بما يتناسب مع أهداف المسابقة ورسالتها وقيمها النبيلة استنادا إلى دعم جلالة الملك المفدى رعاه الله مشيرا سموه إلى أن جلالة الملك المفدى حريص على دعم البرامج التي تحفز الشباب على بدل الجهود للنهوض بالحركة الرياضية الوطنية مشيدا سموه بدعم الجهات الراعية للدورة والتغطية الإعلامية المتميزة والتي ساهمت في إبراز المكانة الريادية لهذه الدورة ترجمة نانسي قنقر